أذكر بأنه سجلت فيلم روائي فيلم عفوان وثائقي وطبعا هذا الفيلم أخذ جوائز وهو يتعرض أو يتناول موضوع المرأة شهر زادات لبنان أعتبر وطبعا لمسألة عند اللبنانيين كثير مهمة هي مسألة المرأة ومسألة تجنيس أولاد المرأة اللبنانيين متزوجة من غير اللبنانيين وهذه يعني تعتبر بين مزدوجين كارثة في لبنان في هذا المجال لكن حضرتك في مراقبتك لهذه التحولات الحاصلة في المنطقة خصوصا أن هذه التحولات أتت بعد فترة اسمها أصولية وداعش وتطرف وإذ هذا العالم يتحرك هل يتحرك بالاتجاه الصحيح وهل بالإيقاع المطلوب أيضا؟ أولا شكرا جزيلا للاستضافة في هذه الحلقة وأشكر قناة الغد العربي والشكر موصول للضيفات للمشاركات معنا في هذه الحلقة الحركات النسوية برأيي ما زالت غير المقتملة لأنها منقولة عن الغرب وخصوصا أن هذه الحركات النسوية تحاول فصل النضال الوطني العام عن النضال النسوي ولا أعتقد أن هناك أي تحرر للنساء إذا كان الوطن مقهور وإذا كان الوضع كما هو في فيلم شهر زادات لبنان أردت أن أوصل رسالة ما أردت أن أقول أن أولا تتفق معي لماذا؟ لماذا فكرة الفيلم أساسها؟ شهر زادات لبنان لأنه دائما بعتبر أن المرأة اللبنانية عندها خصوصية ما ما بتشبه كثير النساء العربيات بمعنى أن المرأة اللبنانية هي متحررة على مستوى الشكل على مستوى الملبس على مستوى علاقة بالآخر على مستوى مجاهرتها مثلا مرأة اللبنانية بتطلع الإعلام بتجاهر أنه هي مع المساكنة أنه هي مع العلاقات المثلية يعني كوانين ليس كوانين أردت أن أقول أن الحرية بالنسبة للمرأة اللبنانية هي حرية بصرية وشكلية المرأة اللبنانية متحررة في اللبس لأقصى الحدود وبالنسبة أكيد للنساء العربيات الأخريات المرأة اللبنانية متحررة في علاقتها مع الذكر بالنسبة لعربيات الأخريات أستثني هنا تونس ولكن أرى دائما أن المرأة اللبنانية هي حرة فقط كما ذكرت لك بالشكل في الحقيقة هي تكاد تكون مواطنة درجة 100 بالنسبة للقوانين والتشريعات وهذا اللي أرى تقوله بفيلم لدى الرأي العام العربي ويعتبر أن هذه المرأة متحررة لنكتشف أن القوانين لا ليست متحررة دليل مشاركتها متواضعة سواء في البرلمان أو في الحكومة شكرا